ايضا منتخب تونس على الجانب الاخر بيملك عدد من اللاعبين المميزين اللي بيصنعوا الفارق ممكن نتكلم عن يوسف المساكني عن فخر الدين بن يوسف بالرمضان الجزيري فرجاني ساسي برضو منتخب تونس بيضم عناصر مميزة تقدر تصنع الفارق علشان كده بقول ان مواجهة منتخب مصر امام تونس غدا هو نهائي مبكر لكن الحلو بقى في مواجهة منتخب مصر امام تونس هنشوف بكرة مواجهات سنائية مواجهات سنائية بمعنى بكرة هنشوف علي معلول وانا هاجل حضراتكو دلوقتي في قصة علي معلول ومشاركته وانلي تم خلال الفترة السابقة وتواصل الجهاز الطبي النادي الاهلي مع الجهاز الطبي في المنتخب التونسي هقولوك قصة علي معلول بس لو علي معلول شارك من بداية المباراة بكرة هنلاقي مواجهات سنائية مهمة جدا علي معلول امام اكرم توفير دي هتكون مواجهة خاصة الاتنين عارفين بعض الاتنين لعبة مميزة الاتنين يعني بلعبوا مع بعض في النادي الاهلي فيكون فيه مواجهة قوية ما بين علي معلون لو لعب وبين أكرم توفي أيضا المواجهة التانية برضو لا تقل أهمية عن هذه المواجهة الونش أمام الجزيري الاتنين من نجوم نادي الزمالك الاتنين عارفين بعض بشكل كبير الاتنين دارسين بعض فبكرة المواجهة تكون فيه مواجهات مصرية تونسية خاصة ما بين بعض الجزيري مع الوينش وعلي معلول مع أكرم توفيق لكن في النهاية طبعاً بنتمنى التوفيق للعبي منتخب مصر